السلام عليكم وبركاته، كيف حالكم؟ اليوم جمعنا لكم لابتوب رهيب وجديد من لينوفو وميزة الأهم شيء أنه يشتغل عن طريق معالج انتل الجيل العاشر طيب يا فهدوش فكرة معالج انتل الجيل العاشر؟ أنا أقول لكم الحين معالجات انتل من الجيل العاشر بسلسلة اتش تم تصميمها عشان تعطي أداء عالي في الألعاب وليميزها أيضا أنها تملك القوة الكافية لتشغلك الألعاب الضخمة بكفاءة عالية ونسخة اللابتوب منها راح تكون مصممة بحيث أن اللابتوب يكون خفيف جدا وشكله أنيق وجميل وصغير عشان تقر تنقلها أي مكان تبغى وتلعب في أي وقت تبغى متوفر فيها فئات وكل فئة نطورينها بحسب أن تناسب احتياجات الشخص خلونا نشوف إيش الفئات اللي موجودة الفئات هي الكور اي 7 والكور اي 5 والكور اي 3 هذه السلسلة تملك تقنيات انتل توربو بوست ماكس تكنولوجي 3.0 وتسمح هذه التقنية بتحقيق أقصى سرعة للمعالج وبسرعة توصل إلى 5.3 جيجا هيرتز عشان تستمتع بأداء متميز في الألعاب هذا يعني أداء أعلى بنسبة 44% في عدد الإطارات في الألعاب و33% أداء أفضل بشكل عام مع ذاكرة انتل اوبتين ايتش 10 واللي بتقدم سرعة استجابة عالية اللي بتشغيل أي الألعاب أو التطبيقات الأكثر استخدام بزمن وصول أقل بنسبة 75% وسلسلة انتل كور ايتش تضم تقنية انتل واي 5-6 واللي تقدم زيادة في السرعة 3 مرات مقارنة بالجيل السابق وتفهير طاقة اللابتوب وأكثر أمان مقارنة بالجيل السابق وبالإضافة لدعمها لمنافذ من نوع تايب سي رح تدعم منافذ ثاندربولت 3 وهذا الشي رح يفتح مجال كبير من القدرات الإضافية بسبب سرعتها العالية مثل نقل بيانات بسرعة توصل إلى 40 جيجابيت بر سيكت وإمكانية تشغيل شاشتين بدقة 4K بنفس الوقت ومثل ما تشاهدون الآن جالسين جارب لعبة فورتنايت على لابتوب لينوفو ليجين 5 واللي يعمل بمعالج انتل الجيل العاشر من سلسلة ايتش اللي تكلمنا عنها وتعمل بشكل رائع وبدقة فل ايتش دي وسرعة إطارات ممتازة يعني ما راح نشوف تقطيع أو بطء في الأداء وعشان نتأكد أكثر شغلنا لعبة كنترول وقدمت لنا أيضا أداء رائع وما لاحظنا فيها أي مشاكل تقنية أو تقطيع يخرب عين اللعب وهذا كانت نظرة على خصائص انتل الجيل العاشر سلسلة ايتش وزي ما شفتوا ميزتها أنها تكون موجودة في اللابتوب وتخليك تتنقل في أي مكان تبغى وتلعب أي وقت تبغى أتمنى أن هذا الفيديو عجبكم وستفدتم منه وإذا لديكم أي سؤال اكتبه تحت بالكومنت وإن شاء الله نجاوب عليكم بأقل فرصة كما معكم فتا شيحة يارضيكم العافية ومع السلامة